اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس ولا تنسوا دعم المقطع بلايك تسمى أيضا البرشاوشان وشعر الكلاب وساق الأسود وبقلة البئر والساق الوصيف وجعد القناة وشعر الغل وشعر الأرض وشعر الجبار تنتمي إلى عائلة السرخصيات وهي نبتة مشهورة في مصر والوطن العربي ويعود سبب التسمية إلى أن ورقها يشبه ورق الكزبرة المعروفة كما وتنبت عادة جانب الأبار ومجار المياه ورقها أخضر نامع متشقق الأطراف ومستدير نوعا ما ولها رائحة عطبة أما أخصانها فدقيقة وسوداء اللون وقاسية وبما أنها من النباتات الأولية فهي لا تنبت ولا تزهر بل تتكاثر بالريزومات وأيضا بالجرافيم الموجودة في أسفل أشداه الأوراق وبعد أن تنضج في فصل الربيع والصيف تتطاير الجرافيم وتقوم بالتلقيح لتكرر دورة الحياة من جديد تعود أصول كزبرة البئر لأمريكا وشمال أوروبا وقد استخدمت وعرفت منذ قديم الزمان وتم ذكر كزبرة البئر في الطب المصري القديم خلال هذا الفيديو سوف نقدم لكم أهم الفوائد الطبية لعشبة كزبرة البئر وأهم استعمالاتها تخفف ألام نزلات البرد والإنفلونزا وذلك عن طريق تناول ثلاثة من عشرة تخفف ألام نزلات البرد والإنفلونزا وذلك عن طريق تناول منقوع العشبة تعالج المغصى المعوي يعالج تساقط الشعر ويقويب صيلة وجذور الشعر تطرد البلغم المزعج وترطب الحلق تعالج اضطرابات الكبيد والطحال تنظم عمل إفرازات الغدة الدرقية تحتوي على مواد سكرية والقليل من الدهن الزيتي تساعد على التحكم في الشهية ولذلك تستخدم بشكل فعال في برامج إنقاص الوزن الزائد تعالج الأنيميا أو فقر الدم وتعالج الإمساك تعالج اضطرابات الجهاز الهضمي ومنها انتفاخ المعدة وأمراض التخمة تعالج الربو والسعال وضيق التنفس تفيد في الوقاية من مرض اليرقان تدر البول تزيد من الطمث خلال الدورة الشهرية عند النساء من خلال تناول مغلي العشب تفتت الحصى التي قد تتكون في المثانات والكلا تفيد في مشكلة عسر البول تفيد في عض الكلاب المصعورة والأفع تساعد في إنبات الشعر للأشخاص المصابين بمرض الثعلبة من خلال عمل لبخة منه ووضعها على المكان المصاب تعالج الصدع النصفية أو الشقيقة تشفي من البواسير والجرب الذي قد يصيب العين تعالج التهاب القصبات الهوائية المزمن تستخدم كعلاج مضاد للتشنج تحتوي على حمض العخص بالإضافة إلى المواد الهلمية كما وتحتوي على فلفون دات والتربين ودات ومنها الروتين والآيزو كوريتاسين ومنها الأديانطون تفيد للمجال البولية تعالج مشكلة الضعف الجنسي وذلك بطحم ملعقة صغيرة من بذور كزبرة البئر ثم نغمرها في الماء المغلي ونتركها لتنقع لمدة ربع ساعة ثم تصفى ويتم تناول كوب واحد بعد كل وجبة طعام ثلاث مرات يوميا تمنى المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس